النهاردة النهاردة اه وزادة داخلية اللاعة بيان بيتكلم انه فيه في مطروح كان فيه مطرحة شعرية مطرحة شعرية شعر الناس بتقرأ بتقول شعر الناس اللي بيه والناس قاعدين في بتاع بتصوروا بحصل خناقة هب هب كسروا الحاجات عملوا طبعا الاخوان خدوا الفيديوهات ايه الحق والناس بتقول والناس بتعيد والحق كزا الموضوع زي ما بيقول لحضراتكم انه احنا في دولة حية مفيش حاجة نخبيها والمحاولة الاستياد والاختطاع والاجتزاء والتركيب خد بالك انت عندك فيديوهات عندك ملايين الفيديوهات الموجودة للمظاهرات اللي كانت موجودة ايه من الفوضى ملايين المظاهرات انا هجيب البتاع دي وفي البتاع ده وحط شيل وركب وحط اصوات عليها لو انت جبت في الاستوديو اللي انا موجود فيه عشرين تلاتين واحد واعتهم جنب بعض ويقولوا اي كلام بصوتهم وتركبوا على فيديو تاني طبعا اديه فيك وكل ده موجود يا جماعة فانا بقول المواطن من فضلك من فضلك اعلم وانتبه انه هناك عمليات قزرة بتدور ليلة نهار عارفين طبق اليوم في البرامج اللي بتاع طبخ كل يوم فيه طبق طبخ جديد انا بقول لك كل يوم فيه طبق مسموم مطبوخ فيه شائعات فيه تشريك جديد كل يوم هتجد قصة مرة اشتغل على حكاية وطن ساب حكاية وطن وساب الموضوع كله ان مصر كده بالزبط حكاية وطن دي يا جماعة كلها انا شخصيا نشأت يعني خدت منها رخمية وبعدهم تاني ارجوكم استحليفكم بالله انتبهوا خلال عشر سنين صرفت عشرة رليون عملتي بهم ايه سيبك من التفاصيل بقى طرق وكباري ومشروعات سيبك من القصة دي سيبك من التفاصيل ما تسمعش الكلام خلص انا بقول لك عشرة رليون في عشر سنين عملتي بهم بايه زودت مساحة العمار في مصر مية في المية باختصار يعني كان عندي سبعة في المية من مساحة مصر معمورة النهاردة عنده 14 يعني انا كلفت على تعمير واعمار مصر بنسبة مية في المية بعشرة رليون في عشر سنين والله والله عمل جبار لا يمكن لحد يتصور لكن لانه جبار ولان العمل ضخم ولانه بين المصر نقلة كبيرة جدا جدا فاعداء البلد بحجم المشهور الاعداء بحجم الانجاز ارجو ارجو يا ليت قوم يعلمون يا ليت قوم يعلمون والله يا ليت قوم يعلمون خليني اقول لحضراتكم احنا في مفترق طرق حقيقي البلد دي يا جماعة والمشروع هذا المشروع الوطني لابد انه هيكتمل لابد ان احنا نكمله ومش هنكمله بالدعوات ترجمة نانسي قنقر